موسيقى دخلت ايطاليا في حرب كلامية مع روسيا بشأن اخبار تفيد بان موسكو اخفت جواسيس بين اطباء ارسلتهم الى مركز مكافحة فيروس كورونا في البلاد بالقرب من مدينة ميلانو بحسب راديو فرنسا الدولي الفريق محل الشكوك اتى الى ايطاليا ضمن طاقم روسي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا لكن مراقبين قالوا ان موسكو لديها اجندة خفية بينما تنفي روسيا بشدة هذه الاتهامات وطلب رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كاونتي مساعدة روسيا خلال محادثة هاتفية في الحادي والعشرين من مارس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افقا لما ورد في موقع الكريملين على الانترنت وبحسب سفارة روسيا في لندن فقد سلمت وزارة الدفاع الروسية خمس عشرة طائرة الى ايطاليا محملة بستين طن من البضائع ومائة واثنين وعشرين خبيرا بينهم ستة وستين جنديا من قوات الدفاع الاشعاعي والكيميائي والبيولوجي تعليقا على ذلك صرح مدير معهد جينو جيرماني للعلوم الاجتماعية والدراسات الاستراتيجية سيرجيو جيرماني لراديو فرنسا الدولي ان القلق حاضر بسبب مجيء ضباط من الجيش الروسي بينهم افراد من المخابرات ما يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة للقيام بانشطة استخباراتية ورأى ان المساعدة هي عملية دعائية تستهدف الرأي العام الايطالي وتعزز فكرة ان ايطاليا لم تحصل على اي مساعدة من الاتحاد الاوروبي او من حلفاء الناتو بينما دولا مثل الصين وروسيا هي الوحيدة التي تساعد حقا ونقلت صحيفة لاستانبال ايطالية بعد وصول جيش الروسي الى ايطاليا عن خبير اسلحة كيميائية سابق في الناتو قوله انه من دون شك يوجد بينهم ضباط من المديرية العامة لمخابرات الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية وخلص مدير معهد جينو جيرماني الذي يعمل على موضوع تأثير الدعاية الروسية ووسائل الاعلام المولية لموسكو على الانترنت خلصا الا ان هدف موسكو وربما الصينيين هو اضعاف وانهيار الاتحاد الاوروبي كاشفا ان المساعدة الروسية كانت مصحوبة بسلسلة من المقالات ومقاطع الفيديو والتغريدات المولية لروسيا وفي معرض حديثه مع راديو فرنسا الدولي قال سيرجو جيرماني ان روسيا تريد ايصال رسائل مضمونها ان الاتحاد الاوروبي عاجز ولم يعد موجودا مضيفا انها تريد تصوير الديمقراطية الليبرالية كشكل من اشكال ان الحكومة غير قادرة على التعامل مع هذا النوع من الازمات ما حدث حرك قادة الاتحاد الاوروبي لوضع استراتيجية تضامنية مشتركة وهو ما وصفه مدير معهد جينو جيرماني بانه تحرك في الاتجاه الصحيح بعد ادراكهم حقيقة ان الكريملين يحاول استغلال حالة الطوارئ واشار راديو فرنسا الدولي الى ان روسيا تعمل مع الصين في محاولة مشتركة لمساعدة مناطق فيروس كورونا في جميع انحاء العالم اذ تنتشو الصين مئات الملايين من الكمامات والاف اجهزة التنفس ثم تتدخل روسيا لنقلها باستعمال اسطول من طائراتها العملاقة اشتركوا في القناة